بسم الله الرحيم في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن قصيدة الشاعر الإنجليزي بسم الله الرحيم في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن قصيدة الشاعر القرن السادس عشر six years after he died it is considered one of the most famous love poems of all time تعتبر من أهم قصائد الحب في كل الأوقات since at the time poetry was just starting to advance in many words and forms وخاصة عندما كان شر يتطور بأثاليب عديدة وأشكال مختلفة the poem was easily organized as a masterpiece وطم تنظيم هذه القصيدة لكي تصبح رائعة من روائع القصائد الإنجليزي نحن نعرف كرستوفر مارلو كاتب مصرحي لكتب مصرحيته التراجيبية الشهيرة دكتور فورسس وشاعر أيضا وخاصة مصرحيته أصبح عاماً عمره صغيراً عمره صغيراً عمره صغيراً عمره ونقام بالغمان. ومتلقى مع سلطة طواله ومتلقى كما يتبهون بشكل كامل عمره فتح بسيطاني، أولاً لن تتحدث عن السونة السونية ستكون من أربعة عشر بسطر ستكون من أربعة عشر بسيغة التفعيدات الحماسية تتعامل مع أفكار وموضوعات مثل الحب والجمال والحب الأزلي والحب من طرف واحد والحب في الغياب والحب في الكبر والخلود هذا الحب من خلال القصائد الشعرية تتعامل مع الغياب والحب في الغياب والحب في الغياب والخلود من خلال القصائد الشعرية حينما أصبح نعم ما محاولة للوصول إلى المثالية أمور الأطمان هذه الأفكار الرئيسية التي تدور حولها السونية هذه الأفكار التي تدور حولها السونية ترجمة نانسي قنع 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 نانسي قنع نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع نانسي قنع نانسي قنع ترجمة 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 نانسي قنع سنوات كما قلنا لقد تم نشر هذه القصيدة. إنها قصيدة موسيقية شعرية. إنها قوة. إنها قصيدة في المصر وكتبت في سيدة الراوي الوحيد، في المصر، أن ترى أصدقائنا وشخصية واضحة ومشاعر عاطفية قوية. لذلك كانت قصيدة موسيقية في 1599 بعد مولودة وبعد موت مولودة. إنها قصيدة موسيقية. إنها قصيدة موسيقية. إنها قصيدة في المصر وكتبت في سيدة الراوي الوحيد. شخص يتكلم عن مشاعره وحاسيسه وعظبته. يتندرج هذه القصيدة تحت الشعر الخاص. نحن نعرف أن الشعر يتكون من شعر خاص وشعر عام. بطرقة شعرة وبيعات الشعر من اللقاء. إنها من شعر العلمات الموسيقية الموسيقية في المستقبلات المساعدة. بنفس جديد في الشعر. سنة و الجديدة في المستقبلات، وأنواعوا على القناع عشان تفهموا الصيباء صيرت الشعر وطعريف الشعر وعشان ربيع الشعر So this poem was published in 1599 after Maru's death. It is a lyric poem. It is an ode. It is written in the first person, so you can see a clear personal and strong feelings. The Schubert in this poem is professing his love that he is making many promises to her. ويقوم بمجموعة من الوعود لمحبوبته. He talks about how great the countryside is. يتكلم عن مدى جمال الريفة الإنجليزي and how they will live a great life. كيف أم حيحوا مع بعض حياة عظيمة. The Schubert is also explaining things to make them seem mystical. ويوضح أشياء أخرى لكيتبته أن الحياة جميلة وغامضة مثل الحلم المطلقة dream. He has a great hope. وله أمل كبير وعنده أمل كبير أن توافق محبوبته العيش معه في الريف الإنجليزي. وهذا الريف الإنجليزي أجميل. إذن The Schubert in this poem is professing good love. professing good love. هو يعترف بحبه لمحبوبته. He is making many promises to her. ويقوم بإغضاطها بالوعود. He talks about how great the countryside is. ويتكلم عن جمال الريف الإنجليزي. فعل جميل جدا جدا. طبيعة خلابة جدا جدا في إنجلترا. لأن الناس راهوا على إنجلترا أو يروحوا أكثر شيء حيعجبوا فيه الريف الإنجليزي. and how they will live a great life. وكيف سوف يعيشون حيا عظيمة. The Schubert is also explaining things to make them seem mystical. وأن الراعي يريد أيضا أن يوضح الأشياء أخرى والتي كانت تبدو غامضة مثل الحل. He has a great hope. ولديه أمل كبير. throughout the whole poem. خلال هذه القصيدة. The Schubert wants a lady love. هو يريد حب السيدة كثيرا. that he would do almost anything to make her stay with him and love him. لدرجة الله يريد أن يعمل أي شيء من أجل أن تبقى معه وتحبه. مثال على سبيل المثال. سوف يريد أن يقدم لها قطن والصوف. along with many other things. مع أشياء أخرى. يعني هو يريد أن يقدم لها كل الأشياء الجميلة. حتى الفستان الذي تقوم بالتدائي من أجمل وأفخم أنواع السور. من أجلها ولكن عليها فقط أن تقبل بحبه. وأن تعيش معه في هذا الريف الإنجيدي. يعني ساعد الله عنك كان على تحباه النظاق فقط. يعني ساعد الكثيرا على كل حتى الفستان. ساعد الله عنك هذا يريد أن يعمل أي شيء لكل مكانها والذي نظره. يقول لها فقط. يعني ساعد جد مكانه وكثيرا. كثيرا لحبث تحب هدى الغرouns. لحبث يمثل كل الوضاف وخلال هذه القطيدة، يقول له. ويقول لها بأن الريف الانجليزي رائع how wonderful the countryside is he makes it seem very safe and reliable وأن هذا المكان جميل وآمن he paints a clear picture ويرسم صورة جميلة وواضحة that it will be perfect for him وأن هذا الريف الانجليزي سوفيكون مثالي بالنسبة لها ويعطونا مثال there will we sit upon the rocks وفنجلف على الصقور and see the shepherds feed their flux ونرى الرعاة يقومون طبعاً بإطعام قضيحهم by shallow rivers وعلى ضفاف الأنهار to whose falls melodious tears sing madrigal وعلى ضفاف الأنهار وشخشفة العصابير الذي تشخشف في هذه الطبيعة الخلابة هذا منظر جميل وبيئة جميلة وبيئة هادئة وخلابة how wonderful the countryside is وهو يحاول أن يوضح لها الصورة ويرسم لها صورة جميلة عن مدى مثاليت وجمال so throughout the poem the shepherd is saying how wonderful the countryside is he makes it seem very safe and reliable he paints a clear picture that it will be perfect for her examine their wheel we sit above the rock and see the shepherds feed their blocks by shallow rivers to whose falls melodious piercing madrigal so the main theme is love إذن الفكرة الأساسية هي الحب but it is also nature oriented means there is also focus there is also focus on the beauty of nature دعم أن الفكرة الأساسية حب ولكن هناك تركيز أيضا على جمال الطبيعة جمال الريف الإنميزي الخلاب but it is also nature oriented من الأفكار الأخرى other themes love and caring المحطة والتودد والحنان والاهتمام this is proved by 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 telling the woman that he will give her throughout the whole bone the shepherd is trying to convince her the shepherd is trying to convince her that he will give her so here we talk about love and caring this is proved by the shepherd constantly telling the woman that he will give her throughout the whole poem the shepherd is trying to convince her that he will give her everything she desires hope the whole poem gives off the vibe of hope the shepherd is trying to convince his love to go with him he is hoping that she would feel the same he is almost pleading for her to come with him وهناك أمل كل هذه القصيدة تمنح الشعور بالأمل الراعي يحاول أن يقنع محبوبته بأن تذهب محبوبته to go with him he is hoping that she will feel the same ويأمل أنها سوف تشعر بنفس مشاعره وتبادله نفس المشاعر حتى في بعض الأبيض هو يتوسل أن تأتي معه وتبادله هذه العواضر ويقوم بإخضاقها بالوعود أنها سوف تعيش حياة خيالية ومثالية معه في الريفة he is almost pleading for her to come with her هناك فكرة الأمل هناك فكرة الحب والتودد so this whole poem gives a five of hope the shepherd is trying to convince his love to convince his love to go with him he is hoping that she will feel the same he is almost pleading for her he is almost pleading for her to come with him over all Marlowe uses imagery in this poem so that the readers can picture the land and the life he wants to live with his love over all Marlowe uses imagery in this poem so that the readers can picture the land and the life he wants to live with his love بشكل عام مارلو يستخدم الصور البلاغية في قصيدته هذه الصور تمنح القرصة بأن يتصور الأرض ويخلق صورة عن الأرض وما هي الحياة التي يريدها طبعاً الراعي أن يعيش طبعاً مع حبيبته ومحبوبته بشكل عام مارلو يستخدم الصور البلاغية في قصيدته يمكن أن يتصور القراءة الراعي في قصيدته وطبيعة الحياة التي يريد أن يعيشها مع محبوبته بشكل حام مارلو يستخدم الصورة ottorealسيسي تبعيجى الأرض he wants to live with his love. المجري أنسسر المجري السور البلاقية example when the shepherd talks about the valleys hills and the cracking mountain this shows the land escape والسهول he is explaining it to the woman and the reader can see where they would live he tries to explain the land escape as if it is beautiful as if it is paradise طبعا يتكلم عن السهول الخطراء جميلة طبعا جميلة he talks about the rivers and the bears singing هو يتحدث عن الألغار هو الطيور التي تغني this makes it so you can hear هو يعمل ذلك من أجل أن يبين كيف تبدو الحياة الهادئة والجميلة معا وكيف ستكون الحياة الجميلة جميلة وهادئة وآمنا معا في هذا المكان الجميل الأخريف الإنجلسي so in misery and sensory in misery when the shepherd talks about the valleys hills craggy craggy mountains this shows the this shows the landscape he is explaining it so the woman and the reader can see where they would live he tries to explain the landscape as if it is beautiful as if it is paradise he talks about the rivers and the pears singing this makes it so you can hear how tranquil and peaceful their life together would be other literary elements alliteration وهو تكرار طبعا الحروف تشبار سويد شردان and sing also with كوران كلاس بسميلي طبعا التشبيح باستخدام as alike thy silver dishes for thy meat as precious as God to eat apostrophe come live with me my love he is speaking to someone who is not really there وهو يتكلم مع شخص وهو في واقع الأمر مش موجود إذن we have alliteration we have simile and we have apostrophe these are other literary elements tone طبعا هو الموت العام واللحن العام لهذه القصيدة the tone of this poem could be a few things طبعا الجو العام لهذه القصيدة love caring hope الحب والاكتمام والأمل هيك بتكون اتكلمنا عن قصيدة كريستوبر مارلو إذا أعجبت هذه المحاضرة لا تنسوش اللايك والاشتراك والسلام على الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسوش